من هنا انطلقت شرارة الثورة التي الهبت الربيع العربي سيدي بوزيد الاسطورة لا تبدو عليها ملامح عافية تليق برمزيتها فمدينة البعزيزي الذي اشعلت ناره الارض تحت قدمي بن علي لا تزال تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وانعدام فرص العمل الحر لدى الكثير من الخريجين الذين باتوا يمتهنون البحث عن التفاؤل متكئين على ارصفة وارفة يرتشفون قهوة الامل بوعد اسمه مستقبل قد تحمل بشائره انتخابات هي عنوان هذه المرحلة بالنسبة لشعب اراض الحياة انتخابات كانت مش تصير بطريقة ديمقراطية وشفافة يمكن تفعل بلاد ممكن تعاون الشبابة وتقلع البطالة وحاول تقنع حتى الموجة فيها تقنع ماذا كانت مش توقع انتخابات معناها بطريقة غامزة لوانا بيها وراها عباد متخفية اجندة مهيش قادرة بشتخدم البلاد هذه خلوا عنها وكو سبعمائة الف تونسي هو عدد العطلين عن العمل بحسب مصادر الوزارة الاولى في البلاد يشكل الجامعيون ثلاثين بالمئة منهم اضف الى ذلك الكثير من الاطباب الذين وجدوا انفسهم بعد سنوات طويلة من الدراسة على مقاعد المتنزهات العامة في منظوري اني ثم ثورة صارت في الشارع مطالبة بالقطع مع المحسوبية والعلاقات وهذا شعارات ثورة الحرية التي انطلقت من هنا واشعلت معها عددا من الثورات في العالم العربي تزين جدران سيدي بوزيد التي تعبر فيها وجوه اخرى من ابنائها عن امال من نوع مختلف اول حاجة انطلبوا بالحرية الشخصية اللي كانت مفقودة تماما اني لبس خمار مني لبسش نعم الحرية الشخصية سيرتوها عدد من الوفود الحزبية من كافة الاطياف زارت المدينة في الايام القليلة الماضية للترويج لمرشحيها وبرامجهم الانتخابية ولكن من المبكر الجزم بكون تلك الاحزاب تمتلك بالفعل حلا سحريا لازمة البطالة التي ما برحت تقسم ظهر المجتمع